موسيقى مشاهدين الكرام أهلا بكم في هذا العرض السريع للتحركات المصرية الأخيرة لحل أزمة سد النعضة بعد فشل الجولة الأخيرة من مفاوضات السد التي يقودها الاتحاد الإفريقي والتي عقدت مطلع إبريل الماضي في كنشاس عاصمة الكنغ الديمقراطية بسبب غياب الإرادة السياسية لدى إثيوبيا للتفاوض بحسن نية وسعيها للمماطلة والتسويف تحركت الدولة المصرية في خطة منصقة لتوضيح موقفها الثابت من تلك القضية في السابع والعشرين من مايو الماضي قام الرئيس السيسي بزيارة إلى جيبوتي التقى خلالها بالرئيس إسماعيل عمر جيلا وأكد خلال اللقاء على حتمية التوصل لاتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل السد في أقرب فرصة ممكنة مشددا على رفض مصر لأي مسعى لفرض الأمر الواقع مع دخول الولايات المتحدة على خط الأزمة استقبل الرئيس السيسي في السادس والعشرين من مايو وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين وتناولت المباحثات عدة ملفات من بينها ملف سد النهضة وأكد الرئيس في هذا الشأن على تمسك مصر بحقوقها من خلال التواصل لاتفاق قانوني منصف ومنزم يطمن الأمن المائي لها من خلال قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف زيارة بلينكين إلى مصر سبقها جولة قام بها المبعوث الأمريكي الخاص لمنطقة القرن الإفريقي جيفري فليتمن إلى المنطقة في الخامس من مايو للتباحث حول أزمة سد النهضة والتقى في القاهرة بالرئيس السيسي وعدد من المسؤولين وأكد الرئيس في هذا الصدد أن قضية سد النهضة قضية وجودية بالنسبة لمصر مشددا على أن القاهرة لن تقبل بالإضرار بمصالحها المائية أو المساس بمقدرات شعبها لم تكن الكنغو الديمقراطية بمنأة عن الملف كونها تتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي ولهذا حل رئيسها فليكس تشيسيكيدي ضيفا على مصر في الثامن من مايو والتقى بالرئيس السيسي وتصدرت أزمة سد النهضة مباحثات الرئيسين وشدد الرئيس خلال اللقاء على أن مصر لن تقبل بالمساس بأمنها المائي وبالتالي ضرورة التواصل للاتفاق القانوني المنزم المنشود التحركات الرئاسية في ملف سد النهضة تزامنت مع جهود حثيثة لمؤسسات الدولة في هذا الشأن ففي الثامن عشر من أبريل قام وزير الخارجية سامح شكري بجولة إفريقية حاملا رسائل خاصة من الرئيس السيسي إلى القادة الأفارقة لشرح تطورات ملف سد النهضة والموقف المصري في هذا الشأن واستمرارا للتشاور القائم بين مصر والسودان في مختلف القضايا وعلى رأسها سد النهضة عقد وزير الخارجية سامح شكري ووزير الرئي محمد عبد العاطي جلسة مباحثات في العاصم الخرطوم مع رئيس مجلس السيادة السودانية ورئيس الوزراء كما عقد جلسة مباحثات موسعة مع نظيرهما السودانيين حيث اتفقت طرفاني على المخاطر الجدية والأثار الوخيمة المترتبة على الملء الأحادي للسد وإكداء أهمية التنسيق على الأصعيدة الإقليمية والقرية والدولية لدفع يثيوبيا على التفاوض بجدية وبحسن نية وبإرادة سياسية حقيقية للتوصل لاتفاق شامل وعادل وملزم قانونا حول ملء وتشغيل سد النهضة مشاهدين الكرام كانت هذه نظرة سريعة على تسلسل التحركات الأخيرة لمصر لحل أزمة سد النهضة شكرا لكم على حسن المتابعة اشتركوا في القناة